موسيقى صباح الخير وأهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من السياسة اليوم الأربعاء 21 تشرين الأول 2020 ضيفي في هذه الحلقة مدير الاستشارية للدراسات الدكتور عماد رزق صباح الخير دكتور وأهلا وسهلا خير إليك ولكل المشاهدين يعني اليوم كل الأنظار تتجه إلى كلمة رئيس الجمهورية عند الساعة الثانية عشرة ظهرا ماذا سيقول الرئيس مشال عون في هذه الظروف من القصر الجمهوري هل سيفتح الطريق للتكليف هل رح يكون في استبعاد لتأجيل جديد لهذه الاستشارات هل رح يتكلف الرئيس سعد الحريري غدا هذه الكلمة خلينا نبلش فيها بالبداية كون هي هل الأنظار كلها متجهة عليها برأيك شو رح يقول رئيس الجمهورية بأي اتجاه سيكون هو ذاهب البعض عم بيقول رح تكون كلمة تصعيدية هل هالشي ممكن ولا رح يحط الأمور والوقائع كما هي ويعرضها أمام الجميع أول شي بس إذا بتسمحيلي طبعا بالمؤدمة أكيد أنت ما أستطيع بس بالمعنى أنه سيفتح الطريق أمام التكليف لا أكيد فخامة الرئيس الرئيس مشال عون هو ليس عائق أمام التكليف حتى إذا تم تأجيل الاستشارات يعني وفقا إذا بديك نرجع للنصوص القانونية منع آخر الدنيا أنه تتأخر عملية التكليف وبعتقد تأخير التكليف هو لمصلحة من سيكلف يعني في مصلحة وطنية لا ننسى أنه الهدر الوقت أو إذا بديك التأخير اللي عم بصير مع عنا تجربة جبنا السفير مصطفى أديب من ألمانيا على أساس كلنا تأملنا خير صحي والكل سب والكل بلش يعتبق يعني بلش يشوف كيف بدأت نحل الأزمة الاقتصادية وكيف بدأوا يرجع الوضع المالي كيف الناس بدأت ترجع تنتعيش ونعيش ووضع الاجتماعي وكل شي ونواجه كورونا حقيقة يعني بمسئولية أكبر وإذ فتنا بعقبات وفتنا بخليني نسميها الدهليز اللبنانية لأنه هي مش سرداب واحد صحيح عادي سرداب مثل متاهات مثل متاهات بتفوتي بمكان قوة ما بتطلعي يعني هذه العقبات اللي هي معروفة بعملية التشغيل معلش أنا أعطيت هذه المؤدم اللي حتى أقول هذه هي الإشكالية ومن هون حرص فخامة الرئيس ليس حرصه يعني حتى نكون واضحين في مكنة إعلامية عام تشتغل لا احترامنا للإعلامية لأننا نحن جزء منه اليوم هناك مكنة إعلامية عام تشتغل أنه تصويره كأنه الصخرة اللي وقف بالطريق اسمها جبران باسيل لا مش هي هيك اليوم ليش كل الأنظار تتجه عليه والتصوير كله بيكون عليه فأذن معلش خلان إذا بدك بالشكل إنه هو من كان وراء التأجيل في الاستشارات النيابية الأولى ما برجع بقولك حرص فخامة الرئيس إنه ما يصير في نحن اليوم كلفنا السفير مصطفى أديب وصل للحظة قال بكلمتين حسم وقت غادر قال حفاظا على الوحدة الوطنية شوفي قداشا يعني كنا كأنه لح ننزل بالشوارع نقتل بعض واثنين لعدم إمكانية الوصول إلى اتفاق لعدم إمكانية طيب بين التكليف الأول والتكليف الهلأ القادم شو لح يتغير عم نحكي بالمشهد السياسي ولكن بسببه لأنه كنت عم تقولوا كأنه كنا رح ننزل حفاظا على الوحدة الوطنية كأنه كنا رح ننزل ونقتل بعض بس ما كان الموضوع ما كان بوقتها الأجواء كتير متوترة إذا ما بدنا نقول أكتر من متوترة لا لا ما علاش هون برجع بقليك كل الحوادث والإحداث اللي كانت عم بتصير 70% هو أعلام يعني فيه مكنة أعلامية فيه مجموعة بتأخذ الاتجاهات وبتركز عليها تعمل ما تركاج جوبلز خلص ولحن نكتشف معه يوم بعد يوم أنه هاي دي المقولة تصوري فخامة الرئيس بيقول صار في عنده محادثات كذا كذا بعد خمس دقائق السفارة الأمريكية بتجاوب بترد عليه طيب أنا بدي سألك سؤال في نادي رؤساء الحكومات السابقين ليش لما صار في تأجيل للاستشارات ما سمعنا موقف لأله مثلا هادي سؤال صح طيب يعني فخامة الرئيس حتى الرئيس سعد الحريري يعني لازم الصمت عزيزي حتى هذه اللحظة ما عم بيطلع منه موائف يعني فيه موقف معلاش يعني اليوم فيه تغيرات إكليمية ودولية خلنا نطلع بالمشهد الإكليمي خلنا إذا بنا نحكي إقليميا معلاش حتى أنا أربط الإكليم باللي عم بسير لما تسرّب الولايات المتحدة أنه بعثت ماب عسين بالألفان وعشرين يعني واحد بالألفان وعشرين بأب واحد في بداية السنة لتحاور أو لتفتح قنوات اتصال مع الجانب السوري بغض النظر عن النتائج لما نشوف أنه سفراء من دول خليجية رجعوا على دمشق ورجعت يعني إذا بدك خلينا نسميها الاتصالات الديبلوماسية طيب اليوم صح في عقوبات صح في حصار مفروض على سوريا ومفروض على لبنان هلأ بسبب سوريا نحن عم نتعرض لهذا الضغط بسبب حزب الله بس إذا منجي منتطلع اليوم الاندفاع الأمريكية يعني من 17-20 لحظة القول أنه صار في عنا انتفاضة بعدين ثورة بالشارع طيب كان رئيس الحكومة مين؟ رئيس الحريري سعد الحريري استقال من بعد ما حدّر ورقته وإذا منجي منتطلع قبله يعني ليش ننسى ليش نترك أمور للتاريخ طيب فخامة الرئيس استضاف مرتين مرتين الكوة وقال لهم خلا نوضع خطة اقتصادية أبما نوصل للدولار وصل لضرب لعش تلاف صحيح ليش ما عملناها وقتا كان الدولار ألف وخمسة ليش ما حكي لما فخامة الرئيس طلب من رياض سلامي يجب له شو في عنا موجودات ليش اليوم مع اللي عم بيصير معلاش نكون واضحين شو السبب كيف بيطلع الدولار كيف بينزل الدولار شو المنصة مين بيدير المنصة مين بيعرفون هيدول المعلومات اليوم أكيد الأجهزة الأمنية بتعرف حقاية لأنه هي بتحقق بطريقة خلاننا نحكيها مش القضائية القضاء بيعرف وربما معبي بادر عنا صار في تفجير زلزال مثل صار باغتيال رفيق الحريرة صار زلزال ببيروت أربع عقاب شو صار بعد هيدا الزلزال ليش شو تغير بالمشهد الناس بعدها بالشارع البيوت بعدها مكسرة مساعدات اجا الرئيس الفرنسي بس حكي مدارس كاسوكي وعدت انه بتم اعمار والكنائس بتم ترميمة ما تهدم دولار ما اجه اوكي صحيح هيدا المعطيات كلها حقيقية بس بعد اتصال بومبيو بفخامة الرئيس بدي اسألك هالمواقف الامريكية تحديدا ما بدي اقول الدولية المواقف الامريكية والمواقف الاقليمية هل تغيرت اليوم هل ترأى اي جديد عليها حتى رشح الرئيس سعد الحريري نفسه لرئاسة الحكومة شو اللي صار شو اللي صار حكينا عن كنا ننزل على الشارع بهيد الفترة تصوري انه رئيس الحريري سعد الحريري كان جزء من انادي رؤساء الحكومات السابقين بس بنفس الوقت مهول الاربعة اصلا اعداء بعضهم لانه اعداء الكار تصوري انه مصطفى اديب مكلف اتفقوا عليه بالنتيجة هو مسمى من الرئيس نجيب ميقاتي ظلوا يقوسوا عليه لانه صابوا بالعين لا يرجع يجي انه يحكون محله تشوفي لما طرح نفسه تصور واحد بيطرح نفسه بيرشح نفسه هذه مش صايرة بالسياسة هو يعتبر انه مرشح طبيعي دائم ايه دائم اذا مالحك يعني كأنه حطينا عيننا على رئاسة المجلس الوزراء مالحك نخلي حدا ينجح لا لما الرئيس نجيب ميقاتي بعد ما فال مصطفى اديب من التكليف طرح نفسه طرح نفسه صحيح واز فجأة بعد 24 ساعة صار مرشح طبيعي سعد الحريري اذا منافسة بيناتهم مش يعني فخامة رئيس عمبي عرقل روحي شوفوا كيف نحلوها بعدين خلال نرجع الاشتباكات اللي صارت بالشارع صح شو كان سببها خلاف بين الاخوة حتى ما نفوت بالنادي بس ما كمان في شو خلاف بين الاخوة شيخ بها الحريري يلي هو الارث والابن الحقيقي والشرعي والطبيعي ابو بها رفيق الحريري صح طب لاش لاش ما بيكون إلو حصة في الحياة السياسية اللبنانية هو عم بيجرب دائما لا بيغض النظر عن التجربة ولكنهم قتى الرئيس سعد الحريري وطرح نفسه وقطع الطريق عزيم لاش بنا نحكي اشتباكات بالطريق الجديدة بين أنصار فلان وأنصار فلان من أمتينها صح ليش بنا نصير نقول خلاف سعودي تركي لاش مين قال أنه يعني من استجلبت تركي لا يجي يختلف مع السعودي بلبنان لا هني خلاف بس أنه حقه مثل أي شخص اليوم كان فيه بقال جميل مثلا سامي جميل وبيار جميل الله يرحموا شو اللب يمنع يكون فيه أخوة في الحياة السياسية صحيح صحيح مية بالمية طب ولكن ما قلتلي عن المواقف الأمريكية تحديدا هل ترقى أي جديد عليها اليوم بالنسبة لموضوع ترشيح الرئيس سعد الحريري شوفي لما يكون فيه طبعا طرح المبادرة الفرنسية وأنا خليني معلش تسمحيلي هاي معلوماتي بالإضافة لبعض التحليلات المبادرة الفرنسية غير متوافقة مع المبادرة الأمريكية لماذا الفرنسيين فيه طبقات وعا كتير كبير بينتهم الفرنسيين حاولوا بليبيا يفوتوا ما نجحوا حاولوا يرجعوا يفوتوا بالباب الإسرائيلي أنه بلكي يفتحوا حوار ما نجحوا حاولوا يفوتوا بالحوار مع الجانب السوري ما نجحوا حاولوا يفوت يعني ما ننسى ماكرون اجعل لبنان ضمن محطة زار فيها من بعد العراق وقبلها كان بالمغرب يعني شمال إفريقيا بدون يجربوا يستعيدوا من الهايبة منعرف كلنا أنه محادثات السلام كانت بالمغرب لليبيا منعرف أنه حاول يدخل نفسه مع مصر ضد تركيا بلكي بيطلع له شي ما نجح وبنرجع هون أنا بس بدي أرجع ذكر المواطنين وذكر الناس والمحللين والسياسيين التليفون اللي إجا لا يبين أنه من أول بيرن حفر بالبلوك أربعة ما عنا نفط ما عنا غاز يعني توتال التوتال بعد ما على 2021 حتى أقول لك أمريكا لن تسمح لفرنسا بالعوضة إلى شرق المتوسط انتهت فرنسا تذكريني وأنا هيدا مسجل ومصور وسيبقى للتاريخ فرنسا انتهت والمبادرة الفرنسية يا عم إذا يلي كانوا الفرنسيين كانوا يعتبروا بالنسبة إلى الكاتوليك الأم الحنون يا عم دولار ما طلع من جايبتهم النينة ماي ما جابوا معهم هن وعدين اليوم بمؤتمر دعم في حال تشكلت هذه الحكومة لكنها بعد ما تشكلت ليش الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ما بدنا ننسى بعد استقالة الرئيس سعد الحريري عمل مؤتمر سادر وجلب دعم من كل الدول العربية معنا أربعة باريز قبلو طيب شو جابولنا للبنان ديون يلي نحنا اليوم عنا نتخبط فيها هن ولكن الكل موافق على هذه الديون إن كان رئاسية الجمهورية وإن كان الرئيس سعد الحريري اليوم الكل بقلب اللعب بس مين كان يتحكم بباريز واحد واثنان ليش لما الجانب مثلا الإيران قالت أنا بتساعد لبنان ليش لما بعض الدول إذا بدأت تساعد لبنان من دون شروط من دون فوائد أو من دون يعني خلينا سميها ممنوع صحيح لا ممنوع أقول لك إنه هيك بقوله ممنوع إذن عنا خيارين صح يا أما ما ننترك هايدي المجموعة يلي بتعطينا وعود وثلاثين سنة من أزماتنا المالية والفساد المستشري بسبب لو ما في أموال عشو منختلف ما منختلف عشي هن بيحطوا لنا الأموال وبعدين بيقلوا لنا اختلفتوا طيب ما ننسى أنه كمان شو قال بالكونجرس وقبله فيلتمان شو قال صح ضخينا أموال بلبنان عشرة مليار ونن العشرة مليار لا ضخون لا بعكار ولا ببيروت ولا بجبل لبنان ضخون بالبقاع وبالجنوب ما هن بالبيئة اللي بدوا نشتغلو فيها يعني مؤسسات وجمعيات ووووو مين استفاد مننا مش مجتمع اللبنان طيب خلان نشوف اليوم الواضع واقع الاقتصادي رئيس برنبارة عم بيحكي عن ما شفت دولة مدولرة قد لبنان صحيح أكيد لما هلقد فيه تدخل في تدخل أمريكي خارجي بلبنان أكيد فيه دولرة اثنين الاندفاع الأمريكي شو كان بده نوصل لإعلان الإطار ترسيم الحدود ووصلنا غير مباشر بعدين تطبيع لأنه السؤال وهو سؤال بديهي ماذا بعد ترسيم الحدود يا أختي اتفقنا نحن قالوا لنا لجانب الإسرائيلي ما علينا اسمنا نقوله لأنه دولة الرئيس بره حكي إسرائيل نحن نقول إسرائيل نحن جينا اجت قالتنا خذوا خيي ألف كيلومتر مربع مش تمانمية شو بنعمل تاني يوم لا لنفترض قالتنا وخذوا كذو كمان وبعد وخذوا وبعدين شو بنعمل ماذا بعد ترسيم هذا سؤال بل نسأله شو بده سعد الحريري يعمل إذا إجا رئيس حكومة ليش وكأنه عم تطرح شو اليوم يعني شو ماذا بعد هذا ترسيم رايح للسلام لا هذا موضوع كتير كبير بالنسبة للبنان لما بدو يجي يحكي عن مساعدات معلش خليني وضاح مع إشراك وفدين ومع إشراك موفدين مدنيين في هذه المفاوضات اليوم كان في علمات استفهام كتير كبيرة لماذا تم إشراك وخصوصا بطلب من رئيس الجمهورية وأيضا النائب جبران باسيل الوزير باسيل يعني وكأنه في هناك علامة استفهام ماذا بعد هذه المفاوضات هل نحن ذاهبون إلى سلام إلى ماذا يعني شو شو عم يتخطط فخيمة الرئيس طلب يكون نجيب مسيحي يلي هو خبير بالترسيم يكون كاستشارة يعني شو بتنحل إذا تعقدوا معه إياد الجيش ما أصلا شباط متعاقدين معه إياد الجيش لأنه بالنتيجة بدك خبراء أنت اليوم في كتير مدنيا متعاقدين مع الجيش شو صار بعدنا عم نحكي يرأس الوفد ضابط عسكري نحنا طبعا بغض النظر إنه الجانب الإسرائيلي معلش إذا بدك نحكي بالأرقام الجانب الإسرائيلي بعت ست أشخاص صحيح أو سبع أشخاص مش حكا بستة الأمريكان بعتوا سبعة تصور الأمم المتحدة ثلاثة أمريكان سبعة أكتر وفد يعني هنا نحنا طب تزرعنا أو تزرعوا بموضوع كورونا والاجتماع والحجم بس اللي بدنا يا إنه لا صورة لبيان لا تسريب يعني عملية منضبطة هلأ بغض النظر في عنا بعض الصغرات منا هذي الصغرات ليش نحنا بدنا نروح متل ما بقولوا عم نعرج على المفاوضات إنتي بتعرفي إنه تشويه صورة الوفد اللبناني هي مصلحة إسرائيلية ليه ما نخدمه فيها للعدو هاي واحد اتنين عم برجع إليك ماذا بعد يعني هو من يعطى اعترضة يعني أكتر شي وأصدر بيانة اليوم التنائي الشيعي هو من اعترض على إشراك مدنيين في هذه المفاوضات لأنه ما بتتطلب كانت بي وخصوصا بالمرحلة الأولى أي مدنيين هي فقط تقنية محض يعني هذه المفاوضات لماذا إشراكها هلأ اتنين في أنا لحوضحها أكتر الجانب الأمريكي هو بيستعجل لمصلحته نحن ليش مستعجلين قبل الانتخابات الأمريكية خلو يطلع الرئيس الأمريكي ندرس إذا خي بتعجبنا سياسته أو ما بتعجبنا منروح على الحكومة منروح على الاستشارات منروح على كل شي لماذا هذه العجلة شو بيصير إذا الرئيس الدياب بيكفي تصريف أعمال وبيدير الأزمة ونحن عايشين بأزمة عندنا أزمة كورونا أزمة مالية أزمة اقتصادية أزمة اجتماعية قبل مفوض بدي كامل لأنه بالحكومة ولكن هل يعني فريق العهد عمل على استرداء إذا بدنا نقول واشنطن مقابل استياعها طبعا من تحالفه الاستراتيجي مع حزب الله إلى درجة يعني أنه انضم هؤلاء المدنيين هذين المدنيين بالمفاوضات هل كانت عملية استرداء العهد ليش بدوا يسترداء ما ليش ليش أمتين قدم تنازلات للجانب الأمريكي خلاني نحكيها بكل وقائع لما يكون رئيس بره عشر سنين عم بفاوض بطريقة مباشرة وغير مباشرة مع الجانب الأمريكي للوصول إلى هذه اللحظة إعلان هذه اللحظة ما عليش أنا برجع بتذكر بأربعة طلع التفجير المرفق بيروت بخمسة وزارة الخارجي الإسرائيلي فينا اللي بحب يفوت على الموقع الخارجي الإسرائيلي بيشوفها خمسة أغسط خمسة آب نشروا أنه مرفق حيفا جزء من الاستراتيجية للمنطقة والحكون وووو وكمان الرئيس بالرئال تقدمنا بقدر كبير من النقاط حتى نعلونا الإطار ووقتا أعلنوا أصلا هلأ قالوا أنه نحنا كنا متفقين يعني قبل الحديث عن عقوبات على الوزير علي خليل أو على يوسف فنيانوس وبالتالي الاتفاق تم بأيار الماضي الأعلان عنه تأخر بس هو شكله كان منتهي منتهي ومقامتين من وقت زيارة بومبيو من أيار من بومبيو أتزار لبنان وكل الواحد نقول لأنه فريق العهد يعني 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 بقدم هذه يعني إذا بدنا نقول هذه التسهيلات كان نموذج انفتاح على التطلعات الأنريكيية منا بحاجة منا بحاجة مش بحاجة اليوم بطي سيف العقوبات اليوم بصلت إذا بتسمحيلي بدي وردك للجمهورية دعونا يكفوا يستهدفوا صار ماري أربع سنين ومستمر استهداف على ماذا لماذا مستهداف لأنه لديه تحايله في استراتيجي اليوم ولا مش مشان هذا التحايل الأمريكان يحاولون جانب السوري الأمريكان يحاولون حزب الله صار في جلستان صار في جلستان وقالوا بلغون بلغون لحزب الله المفاوضات بتكفي بعد الانتخابات نحن متفقين معكم بس لا بعد الانتخابات والرئيس ترامب قال أول اتصال بدي أعمل وبيتصل الإيرانيين ما في مشكلة يا عمي هلأ يطلق الوعود الكثيرة يعني رئيس ترامب ما فينا نتكل على شبه ولكن الموقف الأمريكي اليوم من موضوع الحكومة أليس يعني ما حضرتك كنت عم بتقول أنه يتقاطع مع المبادرة الفرنسية لأنه الموقف الأمريكي يرفض تشكيل حكومة بوجود حزب الله داخلها صح؟ لا أنا مشي تقاطع مبادرة ماكرون شيء والأمريكيين ومطالبهم شيء آخر صح ما ننسى أنه وتبلش ترامب ألب الطاولة خلاني يسميها بال2018 كل شيء ألب بلشت العقوبات على المصارف يعني ما شفنا الجمال معلش 80 ألف حساب عم بي دائعوا فيهم وقبلوا في مصارف أخرى بيرحطلع في حكم على أحدى المصارف بأحدى الدول بيقول أنه ما إلى حق المحاكم الأمريكية تقاضي مصارف ولو هي عم تتعاطل بالدولار عم تشتغل بالدولار يعني المقاصة عندها بالدولار ما إلى لأنه هذي في إلى سيادة الدول وبالتالي في شروط أخرى تنطبق عليها مش السيادة الأمريكية تنطبق على من يتعاطى بالدولار لحتى اليوم العقوبات شو علينا لماذا في ضخ دولار خلال نرجع قبل بأربع سنوات لماذا الخليجيين ما بيزوروا لبنان لا ما بينفقوا بلبنان لا وقفوا الاستثمار بلبنان لنوصل للحظة اللي هلأ وصلوا لها التطبيع مع إسرائيل موضوع حزب الله هو اللي إرغامه اللي تضغط عليه للوصول إلى هذه اللحظة هيدا إذا بدنا نقول بالمشهد الكبير مشهد الأقليم الكبير شو بيكون خاصة فخامة الرئيس الاستهداف عليه بدهم بس يخضعوه لحتى يوافق شو يوافق على شو بده يوافق يسلم حزب الله يعني شو للغطاء خلينا نسميه مش المسيحة الغطاء الوطني عن حزب الله يلي هو إذا اليوم إجا الشيخ سعد الحريري ما لا حيقدر يعمل حكومة لأنه ما بده يحط بالبيانة الوزارة أنه المقاومة هي جزء من هذا البيان بيقدير بيقدر يحمله الأمريكيين طالبين أنه ما يكون في صح صح ما يكون في موجود حزب الله في هذه الحكومة طب اليوم لش أننا نعرف أنه من آخر لكاء حريري وقتا كان عم بيزور رئيس الأمريكي وفرطت الحكومة بلبنان نتذكرها كلنا نتذكر مين كيف صارت وهو بيتذكر سعد الحريري بالأخير 11 عم تحكي نتحدث وقتا كان عم بيلتقي الرئيس الأمريكي وسقطت الحكومة شو صار وقتا شو صار طلبوا منه الأمريكيين أشياء متعلقة به معاقبة حزب الله ما بيقدر يعمل فرطت الحكومة طيب ولكن حتى هذه اللحظة لا يستطيع الرئيس سعد الحريري إخراج حزب الله من هذه الحكومة اليوم على أي أساس فإذن اليوم هو يقدم حاله كمنقذ ويريد تشكيل حكومة إذا الخميس تم تكليفه رسميا بيكون أكبر فخ وقع فيه سعد الحريري بتاريخ حياته وسيفتح لماذا؟ لأنه لن يؤلف لن يستطيع بالحلم لن يستطيع بالحلم لن يعدد العقبات ولن يكتشف أنه في المرة الأولى من أنقذه طبعا موقف حزب الله ورئيس بره بس اللي برم على قيادات العالم الوزير جبران باسيل والرئيس فخامة الرئيس كان فيه قبله استئالته على التليفون على الفيديو اللي طلع فيه وهو بيتذكر كيف أكلت ضربة على كتفه بالكلاشين وطاكان بالسعودية ويبكي بعده لليوم بتوجعه حزب الله والطيار الوطني الحر هن من أنقذوه طيب اليوم وقع الخلاف اليوم وقع الخلاف مع التيار الوطني الحر أنه المقعد الشيعي مثلا لوزارة المالية تكون لطرف ووافق على مطلب وليد جنبلاط يلي للدروز ووافق على طيب معلاش خنا نتطلع بالجاهة تانية ما بيسوى نتطلع شو بده الوزير بيسيل أو ليش القوات الليبنانية زعلانين ما بيسوى لا لا أنا مش عالا كل أمر أنا موقف واضح حتى هذه الحكومة هو ذاته ما بده يفوت بأي حكومة من فيها مشتركين فيها والعكس أنا مع أنه يكون في موقف موحد مش مسيحيا ووطنيا أنا ضد التكوقع لا لأنه نحن ما بدنا نروح مالش نحكي بكل صراحة الرئيس بري كان واضح وحتى المفتي قبلين حكي عن الصيغة حكي أنه خلصت حكي عن الطائف والرئيس بري حكي عن أنه نرجع نرسم جديد اللي عم بيسير بس كمان التسويق بين مزدوجين وهون أنا ما علاش إذا نتمنى صناق الوطني مش الشيعي لنطلع أنه هيدا تحالف بين حزبين مثل ما التفاهم بين حزبين طائر وطني حر وحزب الله فيه تفاهم هون أو تقاطع مصالح قليني نسميه بين حركة أمل وحزب الله منن لأنه شيعة لأنه متفقين على صيغة معينة عظيم أنا إذا بيجي بيطلع فيهم اليوم اللي عم بيصير في بعض المواقف بيتفقوا مع الرئيس في بعض المواقف بيختلفوا مع الرئيس بس إنه مش يعني لح نقتل بعض ليش مين قال إنه إذا اتنين مزوجين ما بيسوى الرجال يكون عنده رأي والمارك وعنده رأي طب ما نحنا معلاش لبنان وطنة وطن للجميع مش يعني إذا الرئيس بري حكي عن إنه إعادة صياغة لبنان نحكي إنه مسالسة ونحكي إنه الطائفة الشهيبة تبلع البلد ونحكي إنه لا لا أحدها رح يبلع شيء أثبت عقمه ويجب إذا بدنا نتبال نبليش في مشكلة بالإدارة مش مشكلة ما لش نحكي ما لش نحكي ما لش بتسمحي لبس ديقة في مشكلة بالإدارة بدنا نشوف كيف نرتب يعني تصوري ماذا بالإدارة أزدك بمجلس الوزراء لا 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 في صغرات في صغرات ونحن متشكل الفرنسيين يلي هن قدما هن مطاطين بتأسلوبهم تركين كل هذي الصغرات يعني تصوري إنه رئيس الجمهورية دعا إلى عقد جديد الرئيس الفرنسي دعا إلى عقد جديد معلاش هو يهتم بحكومة الفرنسية قدر شكلها ويشوف شو بدهم الجيلاجون ويتركنا نشتغل خلص شو بك ليش لا 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 هذا انتداب معلاش مش هو إلنا شو بدنا نعمل نحن منعرف كمان صرنا كبار ومنعرف صرنا كبار ومنعرف ولكن نحن وقعين من أزمة لأزمة يخففوا تدخلون جاي يواجه نفوذ التركي بلبنان شو بده فينا نحن منعرف مصلحتنا وين بتركيا بإيران بلوسيا لماذا بعد ما تشكلت حكومة لماذا بعد ما تم الدعوة إلى استشارات نيابية منزمة أيضا كمان هذا التأخير ليس لصالح البلد معلش نكون نرجع بالتاريخ مننا أول مرة تتأخر مننا أول مرة يعني منزمان كمان على أيام الرئيس تمام سلام وعا أيام وصار في هالقصاص عضيية لكن اليوم في مأخذ على رئيس الجمهورية أنه صارت للمرة الثانية أو الثالثة يحاول التأليف قبل التكليف طبعا هو برأيه اليوم حفاظا على إرث رفيق الحريري وسعد الحريري لأنه ستكون آخر ظهور له بالسياسة قف ليش خلينا نشوف خليجرب طب ليش اليوم تقطعوا الطريقة ليلة رفيق الحريري قبل ما يبلش اليوم طرح حاله من جديد حفاظا على هذه المحدة الوطنية وحفاظا على لبنان ولإنقاذه من الانهيار اللي عايش فيه ليشو منه مفوض سامي منه ناطق باسم معلش ستبهية حاملة ورقة ماكرون عادي تبرم على الكتل شو ماكرون ماكرون رئيس جمهورية ونحن عنا رئيس جمهورية هون شو مبادرة ما رحتو اجتمعتو بأسر سنوبر الكل ما بدك تجي تذكرينها فيها انتي روح اصلا شو بحث وفد وينها صايرة شو الملك مش عم يستطلع اراء الكتل الانيبية يتفضل يبرم يتفضل يبرم هايدي هي ولهو ديعم رئيس حكومة بالإيميل وعلى الزوم ما بتصيرها زمن كورونا هلا ايه فيروحه يلتع العالم ما بش عاطب هايدي هي العقدة الاساس لا لا مش هايدي العقدة لا لا نحكي فيه احترام معلاش اليوم هو منو الملك وبيعت موفد من اسمه حاملين مبادرة مبادرة مين رئيس ماكرون ايه ليش شو خصوا الرئيس ماكرون ليش هايدي كانت مبادرة اليوم لانقاذ الوضع في لبنان كمان ما بدنا ننكر اليوم هيدا الجميل بدك نوضح الصراع اي خلينا نوضح لاح نوضح الصراع اذا جاي الرئيس سعد الحريري يسوي للشركات الفرنسية لا يرجع اعمار بيروت واعمار البور يعني وكأنه صرنا عارفين مين فجر البور مين فجر البور الصراع الامريكي الفرنسي يلي نفسه هو الصراع سنة 2004-2005 ادى الى اغتيار رفيق الحريري خلنا نرجع نتذكر الوزير وليد جنبلاتو طراحة فرنسا ورجع حمل العالم الفرنسي بالمختارة وحكي عن انتفاضة الاستقلال بعد بكم شهر الامريكيين يغتالون الانتفاضة واعلان ثورة الارز كلنا منتذكر وكلنا منتذكر بيرنار ايميا يلي ما قادر اجتمع معه اللواء ابراهيم بسبب الكورونا مشكور ويلي كان فيلتمن في ذلك الوقت كيف كانوا متل طومان جيري يروحوا هيدا بيجتمع اليوم مع فلان تاني يوم بيجي هداك بيجتمع بيسألوا لفلان شو قال لك فلان طب اليوم هيدا الصراع الامريكي الفرنسي هو الذي يقف عائق من هلأ الى السنة تجي يعني لالفين وواحد وعشرين بداية الفين وواحد وعشرين اذا ما بيحفروا البير الثاني على الحدود احنا بدون بلوك اربعة وبلوك تسعة ما هني اخذوا بالبلوكين اذا ما حفر الى هدا الكونصورسيوم طوطال اني نوفا تيك باي 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 شو باي باي هالكونصورسيوم هدا بيدفع بيناليتي خمسة واربعين مليون دولار اضافة انه خلاص بيصير خارج الاطار نحنا نطرح شي جديد تجي شيفرون بياخدوا الامريكان عندنا البلوك متل ما اخذين عند الاسرائيليين وهون هني بيراتلوا بعدين يمكن ياخدوا كل شي لبنان صار تحت الادارة الامريكية خلاص خلاص انا متل ما اخبريك فلذلك حزوز سعد الحريري تقارب السفر عند الامريكان اي ما خلاص مين بدون الامريكان طيب خلاص من بعد ما فل من اللقاء 2011 خلاص طلع عند الرئيس تتذكروا طلعو عنام بأسر المهاجرين اي بسوريا واخر شي طلع انه سليم عياش ما بعرف لي سبب ما شخصي ارر يغتر رفيق الحرير تصوري يعني المحكمة الدولية عرق مين بدون الامريكان اليوم رئيس حكومة اذا ما بدون الرئيس سعد الحريري لا لا هني ما عم فوتوا بالاسماء هني عندهم نهج عندهم سيستم مين بنفذوا هذا سيستم هدا شركات امريكية شو مشكلة امريكا مع ايران تفوت الشركات الامريكية عا ايران عم تحكي بمئات مليارات الدولارات شو مشكلتهم مع العراق لا جابوا الرئيس القازم رئيس الحكومة رأي حمل لقائن استراتيجيين وحكي إنه مين بردلهم الكهرباء الأمريكان راح ماكرون من بعده للقاظ من بعد ما راح أمريكا راح ماكرون على بغداد يقولوا أنا بجيب لكم الكهرباء أي كهرباء ما عنا هون كهرباء فرنسية EDF متعقدي مع شركة كهرباء لبنان لقل اليوم ما عنا كهرباء تنحل بشخطة ألم هلأ يلزموا للأمريكان شركة الكهرباء بيعطوا كل واحد إذا عندوا 20 أمبار 20 أمبار بظهرهم طب ما إحنا إذا بدنا نقول كل عمرنا ما فينا إذا بدنا نقول ناخد قرار بلا موافقة الدولة العظمى أمريكا صح؟ يعني حتى اقتصاديا إذا بدنا نغير بنهج اقتصادنا إذا بدنا نتوجه شرقا تغضب علينا أمريكا ما فينا نقبل مساعدات من إيران وغيرا من الدول فرنسا تحدثت عن مساعدات بأعمار تغضب علينا أمريكا إذا هلأد نحنا مدولين إذا هلأد نحنا أمريكا هي اللي حكمتنا مش حكمتنا هي بده شراكة استراتيجية معنا بده شراكة نحنا شو خسرانين طالما اقتصادنا مدولر يعني نحنا منوعا بكرة نفكر بالدولار أكتر ما نفكر بأمنا وبأينا من نام عشي لا جاد بتفكري بالدولار كتير بالوقت اللي بتحزبي كتير بنفكر إذا شترينا كل سياراتنا بنفكر بالسيارات الأمريكية بنقول فخامة بنروح على الأكل الأمريكاني لأنه هذا بتعرف دليل روكي بنروح على الملابس الغربية خلاص هذا مجتمعنا لشنا نكذب على حالنا ونعيش سكيزوفرانيا ونفيصام شخصية هيك نحنا خلصنا ما نعذب حالنا يوم يعني بدنا نشوف في حال تم تكليف الرئيس سعد الحريري غدا نتمنى له التوفيق برأيك رح يتكلف كبداية رح يتم تكليفه به أكترية ضئيلة يعني بدل ما يوقع من الطابق الأول رح يوقع من الطابق عشرين خليه ما يتكسر أنا بنصحه عجات بنصحه شوف يروح يشوف يحكي يخيه بهاء ويحله بهاء وشوف كيف سامنا عسل منصير نصيحة لأله ما يبعد ستبهية وتحمل مبادرة الفرنسيين نحنا مش سكراتورية عند حدا نحنا لبنانيين الشعب اللبناني كسر صخور وعمل وزرع وعاش بالوديان وبالجبال نحنا مش يعني بهيدي المعطيات يخفف شوية نحنا رجال أبضيات وعنا حو وعنا آخر هلأ آخر شخص راح اجتمع اللواء عباس إبراهيم راح اجتمع مع مضيط مخابرات الأمريكية معدودين على الأصابع اللي بيقدروا يعدوا مع المسؤول هايدي المسؤوليات يعني الشخصيات الأمنية بالعالم حكم العالم طيب حكم العالم وعننا شخصيات طبعا ولكن بالمعطيات نحنا شو ما يزغرونا ما يعملونا أولاد زغار طب نحنا لوين وصلنا بالمعطيات اليوم اللبناني من شو عم بيعاني إذا هالأدعا بتقول نحنا أبضياته قدرين نحكم حالنا بحالنا كيف يعني أوقات قدرين أوقات مكنا مكنا مطحنة بتحطي لها عصايا صغيرة لك قداشها حديد ببتل طبرم خلينا نشيلها العصايا الحديد الصغيرة حاجة ما نحط خلافاتنا الشخصية ونخرب البلد ما نجي نقول الطائف السنية مهددة وهذاك يقول الطائف المارونية والمسيحية مهددين يا خير ما حدا مهدد ليش إذا بيضال فيه معلاش سوريا فيها 7% أداة 10% علويين ورئيس جمهورية ما خص مش العدد بقى اللي بيحكي النوعية صارت اللي بتحكي ما بقى العدد بيحكي بباكستان فيه أداة عدد سكان مش مين العدد اللي بيحكي نوعيات يا عم النوعيات خلا نشتغل نحنا شعب لبناني نحنا لبنانيين أول شي نحنا لبنانيين نحنا مش خدم لا عند الفرنساوي ولا عند غير الفرنساوي ها أول نقطة تاني نقطة قادرين نحلها يا خي كيف بدك تحلها بشوه كيف قادر تحلها اليوم كان في حكومة الرئيس حسان دياب نعم ما قادر تتقدم عم مرتين تطلع الزلم قال عملوا نلاب علي مرتين مرتين بيانات رسمية يطلع يقري بيان يقول عملوا نلاب علي لليوم المجهول ممن نعرفه ياريت بيوضحه قبل ما يفل أو بيكتب مذكراته إذا بدنا نسلم جدلا بهذا الكلام طب ما قادر يعني فيه قوة اليوم ما بيقدر يحكم يعني منه لحاله اليوم بلا توافق إقليمي دولي على لبنان قادر أنت تحكم ليش إذا إجر رئيس الحريري رئيس الحريري أمريكي عظيم سعاد الحريري مش موافق عليه وخلي اسمعني وانا عبر له مش موافق عليه ما بدوا نشوفه اسمه بهمة علش إذا بجرى بيسوي عبر جورج شعبان مع بوكدانوف هاي ما بتطعمي خبز ليش ما بتطعمي كان فيه لقاء بينتهم بالأمس شو قاله طلع البيان على الخارجية الروسية شدد أنه عوحدة لبنان شوفي وحدة لبنان شو خاصة باجتماع جورج شعبان ما بيحمل صفة رسمية أصلا هو رئيس يعني مستشار لرئيس حكومة سابق ما له علاء يعني فيه مما كان يلتقي معهم طيب ملتقى ليش ما منقول لما طلع النائب السابق ومستشار فخامة رئيس للشؤون الروسية النائب أمل أبو زاد اجتمع مع بوكدانوف ليه ما عملوا له هاراهجي كلها الرئيس الحريري الرئيس سعد الحريري حتى من حرام حتى من نزلوا بهاء لأنه بعد رأس السنة بهاء الحريري رجل الأعمال السابق والسياسي القادم إله دور بلبنان عمقول لأنه كم الوقت نظل تقول بهاء بهاء يعني الحقيقة في بهاء جاية يعني هو على رئاسة الحكومة الجاية وهو الرئيس نصحه نصحه للشيخ سعد يطول باله مش هيك الرئيس مين من شبه على شيء شابه عليه رئيس فخامة الرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون نصحه لسعد الحريري يروي شوية ما حدا ضده لسعد الحريري كلنا معه بس بهدوء كيف يعني بهدوء ما بتصير عمليات انفعالية يعني مش هيك بنشغل الشغل لما السعودية وعن بحكيها أنا بارشو عم بحكيها وعن بسمعونا إذا عم كذب يطلعوا يقولوا وجاوبوا السعودية ما بدا يا لسعد الحريري طيب طيب أوكي جاي بمبادر شخص وتركيا ما بدا ياه وأمريكا ما بدا ياه مين بدو ياه ماكرون ماكرون يمكن ما يضل رئيس الجمهورية ما يمكن إذا إجهى سعد الحريري رئيس الحكومة رح يقدر يشكل ما يكون ماكرون بقى رئيس رح يقدر يشكل أكيد لا ما رح يقدر يشكل يعني رح نفوت نحنا اليوم بيقدر يعطي ضمانات التكليف شوفي حتى اليوم قال أنا بدكم رجالة الملية سأتجرع كأس السم يه يه هالقاد دي بدا شو عم تعمل صلح أنت مع العدو ما بدا هالقاد تعطيهم أو ما بتعطيهم ما تربح جميلة هل فيت اليوم بإذا بدنا نقول يعني عطى أثنائي الوطني ما يطلبه وعطى رئيس شوفي أنا عبر الان بيان ما يطلبه مين بقى اليوم بقى في كتلتين مسيحيتين مين رح يسمي له وزراء المسيحيين هل سيتسلم رئيس الجمهورية مسألة التسمية أم الرئيس سعد الحريري هو من سيسميه شوفي بحكومة وزرح يقبله اللي حعطيكي مسأل وفوت على السؤال مش مسأل يعني مقدم ومفوت على المقدم هي أنه الوزير حسان دياب وقت دكتور حسان دياب صار يقوله أنه ما على السلح سمي الأسماء فضله خورة والجامعة الأمريكية وخلص فيه موافاة أمريكية وما تعتله هم وخلصت الموضوع أصلاً بالحكومة في 12 واحد معهم جنسية أمريكية صرفوا لي ياها ما نصرفت ولا لح تنصرف واضحة سقطت هذه الحكومة استقال الرئيس حسان دياب دولة رئيس نبيه بري طلب من شيخ سعد الحريري لأنه عنده هذا الركي خليه على هذا الركي ما ينزل الشيخ سعد الحريري وقتا كان رئيس حكومة قبل ثورة 17-20 ما طلبوا منه يروق شوى عمل مبادرة اقتصادية ورقة اقتصادية ورقة اصلاحية أول ورقة اصلاحية وطلعنا عب عبده وعرضنا الوضع ورحنا وجينا طيب عرضه بعد يومين قدم استقالته ما سمع لحده ليش لح يسمع اليوم خلينا نعرف عمين حكي مرت الماضي وقتفال فل وطبش البواب ما نسق مع حدا وقدم استقالته نزولا عند رغبة الشارع وصل الضرر لعش تلاف باستفادة كتير كبيرة وكانت عم بتطالب باستقالة الجميع قدم استقالته هو وكان عبقود كانوا منسجمين واحدين انسجاما مع القوات اللبنانية حزب الكتائب هؤتنين كانوا منسجمين مع اذا بدك ما وقفهم يعني كانوا بالمعارضة نزلوا شاركوا وبنفس الوقت القوات اللبنانية استقالت قبل ما هو يستقيل يعني تخلوا عن اربع وزراء كانوا بيتمتعوا فيه اذا حتى اليوم ما بدون يشاركوا هذا مش رسالة لقلو حتى قالوا لحن نطلع نشارك بالاستشارات يعني ليس مقاطعة لفقامة الرئيس وليس اضعافا للعهد حتى نكون واضحين لانه حتى يخففوا استهداف لانه ما يعلق القوات والطير الوطن الحر ما في مشكلة هذه ما بتنصرف محل كيف يعني؟ يعني جربوا عملوا حادث تميرنا شلوحة وتجيش عبر السوشيال ميديا وفي موقف واضح عند دكتور جعجا وعند وزير جبران باسيل ممنوع الدخول بتصادم انتهى نقطة على السطر هلأ فرديا اشتباك السوشيال ميديا هذا موجود هلأ كمان ممنوع الاشتباك مع بين الطير وطن الحر وحزب الله ممنوع يصير فيه خرق اذا بدك للضوابط بين اي طرف سياسي واي طرف سياسي اخر بلبنان هايدي متفق عليها اذا المشكلة اما وين بالاكتصاد بالمال اليوم الرئيسة الحرير هو اللي وعد انه بده يجي ينقذ لبنان من هذا الانيار 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 هلا ما فينا نظل نقول ليش ما بقى وليش ما بقى يعني بوقتها كان في انتفاضة كتير كبيرة هي اللي خلته انه ياخد هيدا القرار انا اتخوف انه اذا اجي ما تجي الموجة التانية مع كورونا ليش لانه بده جاي بده ينفذ بده ينفذ برنامج صندوق النقد الدولي اللي رح تخلي انتفاضة تانية اخرى بده يبيع عملاك الدولة يا عمي واحد يا عمي انا اذا بحب لبنان يا عمي دم لبنان انا كيف بده يبيع مؤسساتي صحيح وانا مشانه هيك بطلب من الرئيس بره يا عمي نفكر نفكر شوية اكتر وحزب الله ايضا طبعا حزب الله حزب الله مش موافق كلية مش موافق كلية بدي فوت على فاصل اعلان وارجا احكي عن العقد التي ستقف اذا بدنا نقول امام تشكيل الحكومة العتيدة في عنا اول شي عقدة طبيعة الحكومة اذا ستكون سياسية تكنوسياسية اما فقط من اختصاصيين عقدة الثانية مين سيسمى الوزراء والعقدة الثالثة اللي هي برنامج الحكومة والطبيعة الاصلحات واللي منها في برنامج صندوق النقد الدولي فاصل ومن ثم نتابع عودة الى الكم مشاهدين الكرام لمتابعة السياسة اليوم مع ضيفي مدير الاستشارية للدراسات الدكتور عماد رزا نرحل فيك مجدد شكرا وانا متفائل حتى للمباطنين ومشاهدين متفائل اذا مع كل هالحديث متفائل اذا ما رح يقدر يشكل متفائل لا لانه شايف انه كل هال اللي عم نعيش وفي له نهاية انه انه وصلين عن نهاية ونهاية سعيدة للبنان واللبنانيين كيف يعني بدنا نوصل لهايدي شو بدنا ندفع تمن تنوصل لهالنهاية السعيدة شوف اذا بدك من سنة اذا من سنة من سنة لليوم مع كل ما رأ فيه لبنان من فوضى كورونا ازمات حصار عقوبات ما في يعني اللبنانية تأقلم بشكل مش طبيعي انا ما شايف شعب بالعالم عنده قدرة التأقلم وهيدي قدرة التأقلم واذا بدك وهيدي المعنويات المرتفعة وهيدي المناعة انه ما ينهار كمان هيدا شيء مميز بالشعب اللبناني كرميل هيك هلا عجاد شايفون هوا كلهم ايه طبعا الصفات بالشعب اللبناني لك عم تقايش معه للشعب اللبناني اي اي طبعا اعرف الوائع يعني انا بس طبعا في فقر ما عم نحكي عن الفقر ما عم نحكي عن نحنا عايشين بانهيار كتير كبير لا 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 خلينا خلينا نطلع اذا تسمحيلي نطلع بالمشهد انا ما بدي اطلع باليومة نحنا منحب نكون ايجابيين ولكن الوقائع لا لا احكي حقيقة ما عم تسمح لنا الوقائع لكن شوف صراحة رئيس برا حكي عن دولارة المجتمع اللبناني بس خلينا كمان نحكي اليوم يعني كل اللبنانيين كل اللبنانيين بيعرفوا طب ما كان يقبط تسعمائة الف زمان وعا دولار الف وخمسة وكان عايش وطب اذا مش كانت تسعمائة الف لمعايشته صح زكاء اللبناني كان بيشتغل شغل تاني بيتاجر من هون بيدبر ريبين وبيبعطوله مرتبة هيا عنده اجرات مش زكاء ولكن اضطراره وحاشته طبعا زكاء المجتمعي يعني الزكاء الاجتماعي هو اللبناني زكاء ولكن كمان الحاجة والضرورة اجبرته انه يشتغل ثلاث اربع شغلات فما حدا في يكسرنا هون منبلش ما حدا في يكسرنا لا عقوبات نقودين على رفاهية معينة هيا الرفاهية عم نجرب اذا بدك كانوا حاسدين عليها دول العالم كله انه ايه هذا اللبناني بيسافر وبيكسر وكيف هدا هيا حاسدين عليها صابونا بالعين هلا بنعمل الرقوة معلش في ناس يمكين ينتقدونا في ناس يمكين ينتقدونا او يترجمو لهم إياها ما تعرفوا يترجموها مهم انه بالخلاصة بتروح العين عنا وبيمشي حالنا بس بدنا نشوف الترجمة العملية واضحة لا متفائل ان شاء الله بس ان شاء الله تكون قريبة هالرقوة يعني وكلمة فخامة الرئيس حتى نرجع لك كلمة فخامة الرئيس اليوم كمان منة سلبية وولن تكون تصعيد هذا اذا بدك حتى نريح يعني انا بهذا لما اكون عم نضحك وماشي الحال ونتمنى الكل يضل يضحك رغم كل المأساة يعني اذا تحكنا مش يعني نحنا مرتحين كتير بس نحنا بدنا نضل نبتسم نضل دايما ايجابية بدك تضل بجوئي جعبية طيب خلينا احكي شوي عن انه المشكلة بالحكومة يعني في ناس قالوا انه فخامة الرئيس بقدم استقالته بعد اربع سنين لا هادي لا قالوا انه بدو يهددوا لا مش من طبيعته فخامة الرئيس ليش بدو يهدد معلس شو صار شو بدو يقول اليوم ما راح يسمى العراقيل بأسماء يعني اليوم عتكلف شخص بسيطة خير ان شاء الله لا اكيد ما لازم يربطوا اليوم موضوع الاستقالة بموضوع تشكيل انه هدد انه بيعمل فراغ رئاسة لا 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 فخامة الرئيس باقي بعد عنده سنتين ان شاء الله الله بيعطيله عمر تطوير وبيكفي اذا بيطلع له اكتر شو المشكلة طيب خلينا نشوف انه الواضح انه المشكلة ليست بتسمية الرئيس سعد الحريري لانه ممكن كتير انه غدا يعني يكون هو الرئيس قلبه كلف ولكن المشكلة هي فيما بعد هذا التكليف عقد جوهرية هي طبيعة الحكومة شو رح تكون اختصاصيين سياسية تكنو سياسية كيف رح يشكل هذه الحكومة اذا الوزير بسيل قال انه بده على رأس حكومة اختصاصيين بده يكون اختصاصي من رأسه الى وزراء فهو ينقل وجهة نظر ما انه رجل سياسي بده يشكل تكنو سياسي يعني ايا رح يشكلها بتكون تكنو سياسية ايا ما رح يتكلف بكرة ايا بده يعتذر يعتذر بيتكلف وبيعتذر واضحة بدي إلك انا حتى نكون سهلين لا نوصف بدي إلك بس انا بهيدا الموضوع واللي عم بيردده دايما الوزير جوبران بسيل لما طلع بمقابلته الرئيس سعد الحرير اه الشغلة واحدة انه رئيس الجمهورية هو منه رجل سياسي رئيس المجلس النيابي هو منه رجل سياسي ليش فقط يجب على رئيس الوزراء اللي يكون سياسيا ايضا ويكون عنده كتلة ويكون هو بيشتغل بالسياسة وعنده حزب ويكون رئيس وزراء ليش بده الوزير بسيل بده يضل حاطة مقولة اما جبران وسعد داخل الحكومة اما اتنينتهم خارجة من حامل شماعت انه يبدو يكون رئيس الوزراء اختصاصي حتى يشكل حكومة اختصاصيين بس اتأمل معلش بنكون صريحين قدام الناس ويعرفوا حقيقة اللي عمباسية ليش حق للرئيس سعد الحريري ولا لا فقط يعني بهيدي وجهة النظر بهيدي الموضوع بهدي النقطة ليش حق يعني اذا بنعطيه حق بهذه النقطة وبدو يتصرف غير طريقة كيف انه يشكل حكومة السياسيين بساعتها شو بتها مبادرة اللي كانت حملتها السدباية ها هي الورقة وخلي قراها وخلي البروزة يقراها كل يوم مرتان طيب ما بيصير لا 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 ما بيصير ليش ما بيصير انه هلأ لحظة شو يعني اختصاصيين جمالة ما جبنا عساس حكومة اختصاصيين تفضله حلية شو عملت ما فرجونا شو عملت منطلع بيان عبوكرا من غيره ما بتطلع ربطة الخبز من الف وخمسة صارت الفان والله هتصير اكتر وما حدا بيرد عحد كورونا ساعة منسكر ضايعة تاني يوم بيجينا تليفون نفتح الضايعة ها اختصاصيين في وزراء بعد ما سمعنا بيان لالهم ما سمعنا مقابل ما منعف من انه اذا منلتقى فيهم ما منعرفهم ما احترامي لالهم طبعا هاك اختصاصيين هاك بدنا دولة نحنا لا لا شو المطلوب اليوم شو المبادرة الفانسية بدك بالتوصيف صغير الفرنسيين اجوا قالوا بدنا ستة وزراء لالنا لالفرنسيين اي نعم وبدوا للمعارضة اللي للثورة تسموا مننن لك الثورة ما اصلا ما في اثنان بيتفقوا ضمن الثورة كل ما بيجتمع هلا بسبب لاش ومين فايت ومين مخترق والطبقة السياسية المخترقة اللي فايتة هادي شي تفصيل تاني يصطف له بس انا اليوم اللي بدي احكي انه ليش منا نعطي للفرنسيين طولوا بالهم اجي اول اول مرة اجي الرئيس فرنسي يجيب لي معه واحد بدو يلزموا البور تاني مشوار اجي بدو يحط لي حاكم مصر في لبنان جديد يا عمه يروح يزبط وضعه هونيك تتركنا يعني اجي اجي اصب الزات على النار هيك اشتغل ما عمل شي غير هيك اش اي مبادرة فرنسية ليش باللبنان نحنا منعرف بعض كلنا منعرف بعض ليش في حدا ما بيتبع حدا انا مستقل بس شعوريا ونفسيا وعائليا ما عندي امتدادات وارتباطات سهوه لكن يتحدثوا كتير عن هيدا الموضوع انه سيكون اختصاصي وما يقتمر باوامر الاحزاب يعني لش منان عم بياخد ثقة مش من الكوة السياسية مين عم بيعطي ثقة بمش نواب ما السياسة تب اليوم حتى اضطرح هيدا حكومة الاختصاصيين هيدا لا يضيع الوقت هل هي اصلا موجودة بالدستور هي غير موجودة بالدستور بالدستور بيقول حكومة وحدة وطنية نعمل حكومة لا وحدة وطنية ننسى الجمال حكومة وتكافل وتضامن وما بعرف شو كله حكومة اي حكومة بدكن اياها عنا بدنا شغلتان غطاء للمقاومة لتركب هال سيبة هال الاجرتان غطاء للمقاومة واثنين تجيبوا حلول وهالحلول ما بتجي الا بالاتفاق مع الامريكيين هل امريكا جاهزة اليوم بعد عندها اسبوعين للانتخابات ليرسلم الرئيس لكانون الثاني كيف هدك تجيب حلول امريكا ما بتردى على حدا هلا هلا عندها تركيز طبعا عندها شيء مثل بصمه وصفة جاهزة وصفة جاهزة انا عندي عقوبات على حزب الله هلأ عم بهادن لانه عم باع المفاوضات على الحدود بدي رسم الحدود البحرية بدي خلص مع الجنب الاسرائيلي حطوهم المهلة ستة شهور لتخلصوا من هلأ الى ستة شهور وايه للرئيس الحريري اذا جيت لحجي على ستة شهور ستة شهور فقط صح صح يعني عرف حاله الدفور اللي بدوا يعملوا قداش مدته بدي شوف شو هيدا الدفور ولكن باتصال بومبيو برئيس الجمهورية قال ان بلادو تتطلع الى تشكيل حكومة تلتزم بالاصلاحات وبالتالي تؤدي الى فرص اقتصادية وحكم افضل ووضع حد للفساد لم يكن تفصيلا اليوم هيدا الاتصال برئيس الجمهورية برأيك برأيك رئيس سانيورة معلسم حيلي بتشكيل هذه الحكومة ايضا تحتى يحكي فيها الوزير الخارجية بومبيو لما 10 مليار دولار تدفعون الولايات المتحدة بلبنان مهولة رمز الفساد يعني قمة الفساد وهن بيعرفوا انه دفعوا لجمعية لتمكين المرأة ما بعرفوان جمعية النحل مدرمين سجلون الارقام هن شو الهدف؟ رشوة مالية هدا رمز الفساد اذا امريكا ما عندها مشكلة بالاموال يعني بتعرفة الاقتصاد الامريكاني هلأ مع جائحة كورونا تلاتة تلاتة تريليون تلاتة تريليون سنة الماضية مثلها 1.2 يعني فرق 2 مليار من هنجبوهن كيف دكتور رياض سلامة بيطبع ورق هن بيطبع ورق وبالاوزان بالطون يعني وقتها طبع اخر مرة جايب 25 طون ورق ما سمعت دون الورق بالطون عرفتي كيف؟ باكيل ورق انتي بس تشتريها تشتري 80 جرام اسمها 80 جرام للفوتوكوبيا بالماتر كوب بالوزن انتي بيطلعوا 80 جرام بهادي 500 ورق هدا الوزن وهدوك المصاري ذات الشي بالوزن اذا اماركا طبعت 2 تريليون يعني زتت بالسوق 2 تريليون شو منتوقع؟ شو منتوقع؟ ماشي ما قالوا ايمة الدولار طولوا بالكم يعني ما كتير نروح نحلم ايه؟ اتنان شو في الدهب قداه كان وقداه صار فرق طبعه طلع 400 دولار انصت الدهب فرق هادي شو معناته؟ قيمة الدولار عم تقشط بالعالم طب اذا اماركا اذا اماركا عندها المشاكل كلها شو بك تحكي عن فرنسا؟ صحيح؟ من وقت ما وصل ماكرون جيليا جون بالشارع ساعة بسكر المطار كلها الدول عندها مشاكلها وعندها ازنيتها لا لا زادت الكورونا اليوم قسم الكورونا زادت على كلها الدول ليش فيش دولة اليوم الا ما عايز المصاري عم تنفق زيادة لتظلم حافظة على اقتصاده وثباته؟ مي بدو ساعدك؟ شو هالاحلام ها؟ نعم نعيش حلم نحن لاش مين قال ان الاقتصاد اللبناني منهار؟ طالما اليوم مصرف لبنان حكيوا الشركة اللي عم تعمل قضية تحقيق الجنائي طبعا قولهم اشياء من الانترنت سحبولهم ياها وبعطولهم وراء هالقد لليوم ما حدا بيعبشوا فيه بالمصرف لبنان صح صح طبعا كلنا متفقين انه الدكتور رياض سلامي هو المنكز ومخليينه ما حدا بيقدر يشيله ومش ماكرون بيبدله يعني بيكترح لنا اسم لانه هو مربوط بالدولار الرئيس ساعد الحريري يعني مصر على بقاء حاكم مصر في لبنان لانه دور اليوم باعادة يعني او بإنقاذ طب فترة حكمه ساعد الحريري قدش ادينا مصاري كم عشرات مليارات الدولارات ما نحن منعرف انه عهد استمرارية مش العهد الرئاسي العهد الحكومي يعني الفترة الرئاسي الحكومية شو عملنا غير الانفاق؟ ما عملنا غير الدين؟ انفاق ما انت بتدعينا لا تنفق شو عملنا؟ معلاش الكلاوب هي طبع الاربعة هلا اليوم وعدنا الرئيس ساعد الحريري ايضا بديون جديدة اللي هي يعني ان كان بيزن صدوق النقد ان كان بمؤتمر صادر ولكن يعني هو بيعتبره انه يقول الحل الوحيد اليوم لإعادة انقاذه الثاني فلنتوقع الموجة الثانية من الثورة خلال الايام والاشهر القادمة واحد وهو بيكون عم بيحضر الارض لعودة بهاء الحريري ابن رفيق الحريري كيف بده يكتمل السيناريو اللي حضرتك عم تحكي عنه اليوم؟ هل لانه بده يجي يطبق برنامج الحكومي ما بيقدر يعمل اصلاحات والاصلاحات اللي بده يقوم فيها اللي بده يلتزم فيها ببرنامج صندوق النقد الدولي وقديش هيدا الصندوق اليوم شروطه هي صعبة جداً؟ هل اليوم مستعد الرئيس ساعد الحريري بتطبيقه؟ هل رح يتمكن؟ تبتعرفي لكل شغل بده عدة صح ما فيك تجيب العدة اللي مضروبة أو المنزوعة أو التعبة وهتاريت وجنزريت تستعمليها بحفلة جديدة هو جاي على مسرح جديد عم بيكي عن إصلاحات ليشو أي إصلاحات عم بيكي عن مواجهة الفساد مكافحة الفساد كيف يفيدو؟ يعني لك لليوم ما منعرف ولا خطة ما عنده برنامج ما أصلاً وقت فل عرض ورقة هذه الورقة كانت من بيع المؤسسات من جيب مصاري ومنروح اليوم شو ناطرين؟ إنه من نضرب البيير هونيكي بديشي شركة شيفرون بتقلنا هاي عشرة مليار دفع الحساب يا خيي خلا بتنحل القصة بإنشاء الله بيصحبوا ليتر وإنشاء الله بيصحبوا مئة ليتر شو نحنا قاعدين ناطرين شو بدون يعملوا بكرة وبيأخذ المسريات وبيتقاصمون لا وإذا فكروا أنه بيهاجم جبران باسيل اللي يشيلوا من المسرح إنه فكره هو بياخد العقود يعني بدون يطمروا الزبال بزبال يطمروها من مرفق بيروت للطبي ويعملوا مارينة شي خمسة مارينة على البحر على المتوسط لا لا شي خمسة مارينة بلوس شي عشرين مليار ويرجع يخبرنا إنه بدي يقدح الجبل يطلع على ظهر البيدر خلي زفت طريق ظهر البيدر ولا حكومة يجي تزفت طريق ظهر البيدر قبل بدون يطلع يعمل نفق ما رح يخليه الوزير باسيل لا لا هو فكره إنه في 82 مشروع كانوا بالاتفاق سابقاً بين الوزير باسيل وصعد الحريري ونادر بيعرفها يعني النادر اللي عم بيجرّي بيوفق بيناتهم ما عم تمشي معه لأنه وقتاً حط فيتو وقتاً أكلت ضربة عكتفه بالسعودية ووزير باسيل قتل حاله هو حزب الله حتى والرئيس ميشيل عون ما مضاله الاستقالة وخليه بعزته وكرامته في ذلك الوقت كان في 82 مشروع والأمريكيين حطوا فيتو على بسبب هذا الموضوع إنه كيف عملين شراكة مع حزب الله وكيف بدنا نفوت 20-30 مليار دولار استثمارات حزب الله بيطلع لهم جزء مننا ووزير بيصير طبعاً عم نحكي كمؤسسات وكمنطقة يعني منطقة جبل لبنان الساحل المتن وكسروان وجبال البترون بيطلع لهم حصة والبلوك أربعة مقبلون بعدين منطقة لصور وبلوك تسعة وثمانة وهيكي بينتعش لبنان وبس سير في بحبوحة ما بعود اثنان يختلفوا مع بعض كلنا منعيش رقاء مثل ما عم تعيش دول الخليج اليوم وقدمش اليوم إجا الرئيس سعد الحريري وكسر كل هال طمع كل هالأمور يعني اليوم طمع مكين رح يطلع له محضرتك حسب مهلا ما عم ترويلنا انه رح يقصم كل هالأمور بده يرجع نادر بده يرجع نادر ريجع نادر إذا رجع نادر بيطلع سعد شو يعني؟ هو بيعرف الجواب شو يعني فسر مين طلب منه من بعد زيارته لعى السعودية وترتبو له الجو يطلع انتي برأيك محمد بن سلمان هلأ نحنا عرفنا انه نادر خرج يعني تحت ضغط كان مطلوب خروج جبران ونادر جبران ظهر هلأ فترة استراحة ماش هيك معلاش مع حفاظه يعني مع الألقاب ظهر وسعد ظهر وقته انه فكره هلأ بيرجع انه كان نادر مقبيل جبران لا سعد مقبيل جبران لا لا مش عم بقول سعد انه عم بقول الشركات يام نفوت سوا يام نطلع سوا هو بيعرف شو عم نحكي الرئيس سعد الحريري طبعا وبيعرف انه لما رجع استقبلوه بالسعودية شو طلبوه منه؟ هو شو التزم شكليا شو طلبوه منه؟ بس من تحت الطاولة باقي مش ملتزم وهلأ شو عم بيرزع يعم عم بزيت الغلطة ونهار محمد بن سلمان طلب وراه يعني استدعي لانه هو سعودة وراح وزير ماكرون وقته بتتذكره نزل بأبو ضبي لانه مادر نزل بالسعودية حتى يستردو فبلك انه هلأ عم بيردوله جميل كمبادرة بس مالح يلح واتنيناتون ماكرون وصعد الحريري خلاص من الاكثر من الماضي واللي ماشي هلأ هو المخطط الامريكي طبعا واكتر شي في يعملوا ماكرون انه يحضر انه يعملهم الارضية تبقى الفرقاء اليوم على الساحة المحلية شو؟ شو يعني هلأ عم تقولي متل ركبة ال طبعا الامريكان بلشوا الحوار بلشوا الحوار اللي بدهم يا حزب الله بليجيبوه حتى بيقدروا يجيبوا سعد الحريري اذا حزب الله وافع سعد الحريري طبعا مقابل ضمانات بيرجع بيجي سعد الحريري هل رح يعطي سعد الحريري ضمانات لحزب الله اليوم؟ رح نروح الى التسمية غدا لما نشوف تبادل اسرى باليمن لما نشوف حوار مع الجانب السوري لما نشوف في كتير امور عم نشوفها خلينا نركز اليوم في نقطتين انا بسأل لسعد الحريري اليوم على الهواء الامن الغذائي بيقدر يضمن للبنان اليوم رفع الدعم او اي شيء بيقدر يمنع الفوضى الاجتماعية تدخل على البيوت اللبنانيين؟ اكيد لا اليوم لانه هو اليوم الرئيس سعد الحريري قال انه هو ملتزم برنامج صندوق النقد الدولي واليوم برنامج الصندوق يعني درائب زيادة صح صح اللي هو شروطه كتير صعب اللي هي رفع الدعم عن كل المواد خسخصة المؤسسات وضع درائب جديدة اي لبنان اليوم بعد بيحمل بيع ممتلكات الدولة طبعا تصوري طيب وان الكرامة انا اكل لبناني دم لبنان كيف بدي بيع مؤسساتي؟ ليش الضمان الاجتماعي مش ناجح اللي عملوه جدودنا ويعني الرؤساء السابقين فؤاد شهاب وكميل شامعون وكل هالاشخاص اللي اجوا عرئاسة البلد طيب اليوم كل هذه الشروط الصعب اليوم وحزب الله هو مع يعني الرئيس سعد الحريري بي انه يعاد تكليفه لتشكيل هذه الحكومة هل كان فيه ما بعرف يعني تنسيق بهيدي الشروط اليوم؟ لا ما بعتقد حزب الله شوفي حزب الله رحيق بل اليوم تكليف وشروطه بشكل عنياني بس بعرف كيف بيفكر حزب الله حزب الله زكاءه انه ما منقول فول الا لا يصير بالمكيول كيف نحكي عنه بعمل كلف؟ بهالمعنى فلزلك الليش لعرئل؟ بالشكل طب ولكن غدا لنظيره قريب وبكرة رح يتكلف الرئيس سعد الحريرو حتكون المشكلة بالتأليف يعني عظيم منرجع من نقع بهيدا الفراب هو بيقع مش الحزب يعني مش حزب الله حزب الله كيان سياسي منه لبنان عنده كتلة نواب بغض النظر عن الحكي الاعلامي يسيطر على القرار السياسي يتحكم بالسياسي هيدا شيء آخر بس سؤال شو بيقدر يعمل سعد الحريري اذا اجا رئيس الحكومة طنف تريد اذا قالوا لحزب الله ما في وزراء ما بعطيكم شو حزب الله بيوافق ولا ما بيوافق اكيد لا يعني رح نقع بي اذا اجا قالوا للرئيس بري ولح نسمعه لح نسمعه مشان هيك انا عم بقول له بالانبيان لح يجي يقول له مازروك انا مش قادر اعطيك وزير المالية او بدي الوزير المالية يكون شوي اقرب ما فيه اعطيك طعف انت الوزير خليل على عقوبات خلينا نعمل بدي كأنه قصة شابيرون روج بديو يخبرنا قصة كأنه احنا وليس صغار لا لا ولكن اليوم برأيك الثناء الوطني سيذهب الى تكليف الرئيسات الحريري بلأ اتفاق اليوم نحنا بنعرف شو كانت المطالب وقال الرئيسات الحريري انا بسيط الرئيس دولة رئيس نبيه بيري اجتمع معه لسعاد الحريري واتفقه هو بيعرف الجواب ما صارت لما يبعت وفد يبرم على الكتل يعني ما بديو يتفق مع حدا بديو يخضعهم لكلهم يا عم ما اتفقوا معه ما يستقيل مرة الماضي فل ترك كل شي طبش الباب وفل ما عنا تجربة رح يضل بذات الشروط اللي كانت مع الرئيس المكلف مصطفى قديب قبل ان يعتذر شو تغير ولش رحين فأزن اليوم لتسميته طيب خلينا نطول بيننا ونفكر في منطق مين حرقوا لمصطفى قديب رئيس سعد الحريري سعد الحريري صابوا بالعين نادر رؤساء الحكومات السماء صابوا بالعين لا لا هو صابوا بالعين ما خليه كاف لانه هو بديو يكون رئيس المكلف مصطفى قديب اعتذر وفل بيطلع سأتجرع كأس للسم يا خي انت مين كلفك ما بنحكي معه للزلمة ما هو عنده شخصيته ليه بقى تكله شخصيته ما كمان هذا شي مش منطقة يعني بكرة بتقبل انت مثلا نادي رؤساء الجمهورية السابقين ونادي رؤساء ما بعرف شو كيف ها كمان ما مش معقول هاي الدولة هيك تكفى هون المشكلة المشكلة بالدستور يعني اذا بدك نحكي الحقيقة بيكلف ان الرئيس يكلف رئيس يعني يكلف شخصية لتشكيل حكومة بس ما عطته لا مهلة لا فترة زمنية هاي ده هي الثغرة اللي هي بيه البستور فيه ثغرات كتير كبيرة ولكن هاي ده ابرز مشان هيك عم بيحاول يمكن الرئيس مشال عون اليوم التريث في التكليف يمكنه بس هاي ده عم تكون مأخذ عليه للرئيس عون انه دائما عم بيحاول يقلف قبل ما يكلف هاي ده كمان مأخذ لانه بالتجربة باربع سنوات ما حدا اكل خبز من اذا اوص على الرئيس شو يعني؟ ما في نتيجة بتاوصي ماشي ترين ماشي والكلاب تعوي ما حدا اقوص على الرئيس نصيحة لانه هو حريص على مصلحة لبنان ما لحقول الوحيد هو واحد من الحريصين على مصلحة لبنان لن يتخلى هو اول شي من المؤسس العسكرية ضابط في الجيش اللبناني تاني شي متمرس وصار بالحياة السياسية مخضرم فينا نسميه ثلاثة عاصر كل هاي ده اذا بدك الدول راح على مصانع على القرار الامريكي والفرنسي يعني بيعرفهم كيف كلهم بيفكروا كيف كلهم عم يشتغله بتشويه صورته وعمالته واتهامه وكذا ما بطعم يخفز نرجع نستعيد صور نتهمه يا عم اذا بعط يعني خلين نسميه مستشار مع الوفد مش يعني نخونه لا ما هو حريص ولو ما الرئيس بري بيعرفه حريص انه فخامة الرئيس ما كان بيقول هذا الملف بهذا التوقيت وبيتكل بيقوله الان اصبح بيدك يعني سلموا للايد الامينة الرئيس بري بيعرف شو عامل ما حدا يخون وما بعتقد ما فيه تواصل وما فيه اتفاق بين الرئيس بري وحزب الله وفخامة الرئيس ما حدا يخيط بولا ولا 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 سعوي لكن كانوا ضد تأجيل هذه الاستشارات يعني من الأسبوع الماضي حتى هذا الأسبوع حتى كمان انه مثلا موضوع المؤتمر اليوم انه فخامة الرئيس ما اطلع الكوى اذا بدك حليفة اذا بدك نحكيها بما معناه بس هو شو بده يطلعه لش انه بده ياخد موقف هو دردشة على موقف اذا بدك على توضيح شو بده يفشت له يعني اليوم لا ما فيه هجمة لاحظة هجمة مثلا امير الكابتاجون اي فتحه له اياها حكيك كلام سفره الامريكيه ردت عليه ما نصبت توضيحات دائما شو هده معلاش كلما يقول كلمة عم بتوضح السفره ليش يعني اوكي فلذلك حب انه يلتقى هالاعلاميين ويلتقى الناس ويحكي هو ييهن لا فيه لا فيه استقاله ولا فيه انه هو زعلان وما بعرف مين وعتبان لكن المرة السابقة يعني ما كان الجو مثل ما بيقوله حلو وخصوصا بنهاية اللقاء لما قال انه رايحين عجهنة واذا ما نمشي بهذه المبادرة ومحاولة الانقاذ اللي كنت عم تقوم فيها يعني رايحين عجهنم معلاش خلينا نوضحها خلينا نوضحها معلاش امين هذا كانت مأخذ عليه بس نحكي بل رايحين عجهنم اصلا نحنا شو عم نعيش عم نعيش مأسات واحد اثنان رايحين عجهنم لا لانه نحنا لح نعيش بفراغ وفي بدنا حكومة تقدر تاخد قرارات صح لاش انت رايحة بدك تفاوضي على الحدود اذا اللجنة اتفقوا بد حكومة وحكومة بتنقيلها لمجلس النواب لمجلس النواب صح المكونات تكون موجودة بغض النظر هو لا يصعى انه يكون فيه لا تصادم ولا اشتباك لانه هذا تصادم الاشتباك عندك جائحة كورونا عالميا عندك دول كله بالعالم ما حدا قادر يساعد حدا ما حدا يكذب ما حدا قادر يدفع سنت اوكي وهلا قالنا اماركا مثال ما حدا الا انه بده ينبش على اقل الاضرار واسرع الحلول فلذلك فخيمة الرئيس قال اذا ما رحنا على الحل هلا بجهنم اليوم حتى هذه اللحظة لا يزال رئيس الجمهورية ميشيل عون هو يملك الوسيلة الاقوى اذا بدنا نقول بيده بيقدر انه حتى هذه التشكيلة في حال لم تكن اليوم اذا ما كانت بعد التكليف تراعي اذا بدنا نقول المطالب لرئيس الجمهورية بيقدر انه يرفض هذا التشكيل يطلب مزيد من يعني بيورفض يوقع اذا بدنا نقول على اي حكومة ما رح نوصل لها رح يعتذر يعني الرئيس سعد الحريري لا لا مش رصة اعتذار ما هون منرجع ما هي لح تكون واضحة يعني اذا ما لاحنا اتفق ليش حكي عن التأليف قبل التكليف انه جايب لنا الباكتج كامل ليش لا نضيع وقتنا انت فيك بكلم يعني جايب الباكتج كامل بكرا التكليف لانه ما جايب الباكتج كامل ما لاش شو مشروع الاكتصادة كيف بدو حل الازمة شو السيناريو ما لعم نطلب منه مثل ما بقول باوربونت يخي يجيب لك ورقة كتوب انه بها الموضوع بدي اعمل هيك هيك ما عم نقول توسع فيه امول دراسة الدكتوراه طب ولكن نحنا بكرا رايحين على التكليف في حال يعني بعده رئيس الجمهورية هو يملك الورقة بانه عدم الاقوى اللي هي عدم التوقع حرصا على وحدة لبنان ما نرجع وحدة لبنان لانه يصار فيه مشكلة اجتماعية مالية نحنا رايحين الى ازمة طويلة عريضة طيب ساعته ماذا سيكون موقف حزب الله هل سينحاز الى حليفه عون بسيل ام الى تفاهمه مع الحريري على قيام حكومة تلبي شروطه في التمثيل والتسنيع طبعا انا ما بدي فوت يعني بالتسريبات او بما يقال هذا حتى لانه هذا التساؤل مش عم بقصدك بس عم بقصد من يطرح هاك التساؤلات الهدف منه انه نحطنا متل بقول اسود او ابيض طبعا حزب الله واضح موقفه حتى بالخلاف التكتيكي خنا نسميه الاعلامة بموضوع ترسيم الحدود فيه اتفاق ضمنه مع فخامة الرئيس مش مع الوزير باسيل لان فخامة الرئيس حاجة نقوس عباسيل فخامة الرئيس هو اللي يشكل هو اللي يسمى هلأ الوزير باسيل عنده كتلة نيابية متل غيره اكيد حزب الله ما له مصلحة يختلف معها الكتلة نيابية اتنان فيه تفاهم بين الحزبين وفيه لجان وفيه تواصل انا بقدر اكدلك انه من الكواعد الشعبية فيه تململ مش لا فيه تململ فقط اكثر من تململ ايه ايه فيه ملاحظات فيه مشكلة كبيرة حزب الله بالفترة الاخيرة كمان كمان اصبح رمادة يعني من فاوض يعني اللي بيحب هيدا بيحب هيدا وانتهى ونقطع السطر انا باعرف قيادات ميدانية يعني من طلقت من تظاهرات ووصلت اليوم قيادات بالطيار وطن الحر ما غيرت رأيه بعدها لليوم بتحب فلان بتحب فلان بتكره فلان تكره فلان اذا عقائديين بهيدي العقيدة بيحبوه لحزب الله بعقيدته شو يعني عدو الاسرائيلي خلص واضح شغلتك هونيك اوكي ما تلعب رماده هون يعني بتسمع مواقف تاعه ولا تجي اوقات هلا باخر فترة مواقف حزب الله منا واضحة منا واضحة مش تشكيك فيه منا واضحة لقيادات التيار انه ياخي انت معنا ولا مش معنا نحنا معك ولا مش معك ايه هيدا كتير علامات استفهام عم تنطرح بين الشارعين اليوم ايه وبنفس الوقت فيه كتير كمان على السوشال ميديا وفيه بعد بالاوساط داخل حزب الله انه بيجي بيجي انا بدي حافز على الوحدة بدي حامل توازنات ضمن الطائفة ضمن المذهب ضمن الكذا ممكن ممكن بس فينا ما نفتح سجلات او فينا نوصل كيف عم نقول لفخامة الرئيس انه كنت حكينا عبر ما تطلع بالمؤتمر اليوم ايه وكمان هن بيسوا انه يعملوا شيء يخبروه للتيار حتى نضل على تنسيق وعلى تواصل انا بجي بقليك ايه كمان عند حزب الله وبعرفها وعم يسمعونها واما اكيد واضحة كلامة انه كمان منزعجين ببعض المواقف ياللي اوقات كان وزير بيسيل يخدها لانه عم نحكي تموضعه ضمن طايفته ضمن شارعه وحزب الله كان ياخد مواقف متل ما عم نقول ضمن طايفته ضمن مذهبه ويحلح له يفاكف كوهل بعض العقد حتى يمكن تكتكيا عم بيستفيد الطرفين من هذه الاشكاليات ليشد عصب اذا بدك شارعه او بيقته اوكي ما في مشكل بس ان نذهب ابعد لا لا من روح لا للتقسيم رح يروح الى فك التحالف خليني ان رحت اوصى ما من روح لا للتقسيم ولا لحرب مذهبية وطائفية هذي على اكيد هذا في خطوط حمرا هذه ثوابت هي موجودة يعني اليوم عند الطرفين اكيد مرح يروحوا علي هي اختلافات بالرأي لا تفسد بالود قضية حزب الله بأمن بولاية الفقه يعني الحكم الاسلامي الطيرativo الحره علماني لم يأمن له بحكم ولا دين و gray chegou مدني يخضر ولا اهتيت حزب الله الى مدني ولا مرة انه ي ἀغازل حزب الله بموقف ديني معين حتى تهيب بعض القيادات يطلبوا مناو تهدي أو بزحوة من المشهد هناك مراعات خلاني نكون واضحين بس كمان حزب الله نتمنى عليه كمان يعني إذا فيه فائد قوة هذا شيء مطلوب نحنا عايزينه ضد العدو مش ضد بعضنا يعني بس يحس أنه فيه حدا كمان بالمنطقة الرمادية أو شوية عم بخربت يدبوا شوية عجنب يريحوا كيف يعني شو المقصود يعني ما أنا بحاجة لشخصيات هلأ سكور نقوص عبعض واضح لأنه نحنا بحاجة لبعض عم بحكي لبنانيا مش بس حكوميا حتى ما يفكروا أنه بس لنتفق أو هذا لا لبنانيا هاي واحد اتنان حوار الأمريكي الأمريكي عم بحاور حزب الله لأنه قوي مش لأنه ضعيف أوكي والطيالوطن الحر ما عنده مشكلة مع الأمريكيين الأمريكي عم بحاور حزب الله نعم نعم اه ليش مش عايبة شو صار عم نحاور عم نرسم حدود مع العدو مش عاطل هاي دي تعتبر عم بحاور حزب الله لا لا أمريكا بدت حاور حزب الله لأنه قوي ماسك قادر يأثر بلبنان وبسوريا وبالعراق مطر يحكي معه بس بلبنان ما حدا في ينكر انه موقف حزب الله واضح وثابت بغض النظر هلأ عن بيان زبدك معين او موقف معين بس اذا منتطلع بخطابات سمحت السيد سيد مين عام حزب الله منتطلع منشوف انه بالفترة الاخيرة عمل متل مهادنة يخفف الخطاب خطاب مريح اكتر حتى في بعض الاوقات خطاب ديني اكتر منه خطاب سياسي هذا تكتيك جيد لتريح يعني اليوم الفاحة اذا في حوار انا قلت على الان بيان من فترة في حوار صار في لقاءين غير مباشرين والاطراف متفقين وكل شيء تمام لقاءين غير مباشرين يعني عبر وسطاء ايه وحتى في لقاء صار واحد منهم ما بد نقول المستوى بس صار بمستوى معين لا ما فيك تقوله نايا كنت قلنا ما بدي قول لا ما بدي سمي الليفل يعني المستوى بس متقدم وحزب الله براجماتي ما انه يعني عقائدي بالفكرة عنده خطوط الحمر يعني العدو طيب سهل ولكن يعني اليوم وين بدنا نروح بفكرة اليوم انه الامريكي ايضا اذا حضرتك عم تقوله انه في مفاوضات غير مباشرة اليوم الامريكي نحنا معرف انه الشروطه واضحة ما بده حكومة فيها حزب الله لا يضغط على حزب الله يعني لما يضغط على ايران لما يضغط على حزب الله مش هدفه لا تدمير حزب الله ولا انهيار ايران شو بيكون هدفه تغيير سلوكه بما يخدم مصالحه عم يتغير يعني عم اقلك فخامة الرئيس بالمبادرات اللي عملها الوفود الامريكي اللي التقايها التقى قائد للمنطقة الامريكية الوسطة فخامة الرئيس من الفترة وقتا قال له نطلب مزيد من الدعم للجيش اللبناني والتنصيق مع لبنان اتصال بومبيو واضح مع فخامة الرئيس فخامة الرئيس عليه خط احمر دولة واضحة مشان هيك عم بقلكون انه ما يخففوا استهدافه اربع سنين ما نطلع معه طبع ليه خط احمر دولي عم جو هيدا الاتصالات شو ما دولة شو ها هيدا اتصالات امريكية شو المشكلة منها دولية يعني بلى امريكا وروسية وكل الدول كيف بيكون عليه خط احمر دولي خط احمر يعني ممنوع ممنوع تخطيه ممنوع انهاكه ممنوع اضعافه اهه له دوره له مكانته نسك فيه طيب بدفوت باخر فاصل اعلاني اصير بجعب نكمل بفكرة وحدة ومنختم فاصل ونثم نتابع اعود لكم مشاهدينا الكرام لمتابعة السياسة اليوم بالمحور الاخير دكتور عماد نحنا كنا بنعرف اه انه مفاوضات الترسيم مش كنا بنعرف انه بدأت في 14 هذا الشهر ومكملة ب الاسبوع المقبل قدير حي بيبلشوا يبحثوا بالعمق ازا بدنا نقول بقضية الترسيم وقدير حتكون مسهلة او الطريق معبدة شوفي انا قلتلك شغلة بالبداية ومحب قولها هلا طبعا بستة عشر يعني بذرف اقل من اسبوعين لحنا نجع نعمل اجتماع تاني صح هيدا دليل السرعة المطلوبة طبعا لما دولة رئيس بره بهذا التوقيت بيعلنها هيدا مؤشر ايجابي لما يبلشوا الناس يحكوا معلش انه هون بدي وضح انخفاض سعر الدولار على العملة اللبنانية هو هيدا مؤشر مش لانه تسميت سعد الحريري او لانه لا اتصال بومبيو نزل 500 ليرة واعلان البداية الترسيم يعني الموقف الامريكي من لبنان شنكر اجا ودعهم طبعا لانه كلف شخصية اخرى هاي الشخصية اللي كلفها دائما كانت توصل لنتائج يعني هذي حتى نكون واضحين ايه الاهتمام الامريكي بالتوصل الى تفاهم اذا بدك لترسيم الحدود بعتقد نحنا قلنا حدود البحرية والبرية نحنا ربطنا والاتفاق الاطار كان كتير واضح اوكي انا بيجي بقول انه معلوماتي اذا عنا مشكة بـ 866 كيلومتر مربع بالبحر بالنقطة البحرية طبعا ما حفوظ تقنيا كلهم صاروا بيعرفوها القصة ممكن جانب اسرائيلي يجي اخي خي خذي و الف مثل ما قلت بالبداية وخد الف ورسم لها الحدود وخلصت خد الف مثلا وخد الف ورسم على الحدود بس الشقة التانية اللي الامريكا عم يتحدث عنه انه طب اذا احنا بلشنا نحكي ترسيم الحدود البرية يعني منخلص من هون منكف من هون اوكي اوكي عنا مزارع شبعة في بعض الخبراء اللبنانيين تحدثوا انه معنا سقوك ملكية بس بنا نروح نثبت بالأمم المتحدة انه هيدا للبنان بيبطل في مقاومة ما سبب وجود المقاومة مزارع شبعة هيدا هو اللي بدون نوصلولو اليوم هيدا لذلك بيعطوك ألف و ألف و خمسة بالبحر برجع بقلك مين حدو العداد الداعم بيسحبوا بالبحر هن مش نحنا نحنا بس ننقل الغاز لوين ما ناخدو ما ناخدو عمصر لانه في عملية حولو للكويد بيسحبوا الغاز ويحولو لسائل حتى يجعن بيعو يعني نحنا شبكنا مع الخط أو مع ما في مشكلة بكل هذه الدول طبعا انه هادي بتعرف هذا تجارة وكذا ونحنا ما منشوفها نحنا ما منشوفها نعم نحنا رحنا لعلها لما مصلحة لبنان طبعا لمصلحة لأنه وضعنا مئة مليار علينا دان ومشحرين فنحنا مضطرين نجيب لنا كل سنة عرشة مليار لنسكر هالدان صح وشوية تانية بكرة المزارع شبعا من روح لها 14 نقطة خلاف نقطة الخط الأزرق مش مشكلة بكرة اليوم الإسرائيلي لفرجيك أنه انتهى عم بعمر حايت بطون يعني حايت بطون ما لحيفكوا بكرة خلص خلص بيروح شوية زيادة بيقرب شوية زيادة إذا صار فيه سلام بعدين بعدين مش اليوم عقيامنا يمكن بس صير كبار بالعمر إذا عم بقول إذا شو المشكلة إذا عطونا بعد عشرة كيلومتر زيادة أو أكلنا منهم خمسة كيلومتر شو المشكلة ما نحنا منحب بعض منصير بين مزدوجان آي تصور السيناريو كيف فلذلك أول دولة عم بترسم حدودها نهائيا بشكل أو بآخر نحنا يعني عنا حدود الخط الأزرق وخط الأخضر يلي رجعنا لأتفاقية تسعة تلاتة وعشرين أي عيام الانتداب شو رح نعمل بمزاريا شبعة ممكن تمتد لجوة كمان شو رح نعمل بمزاريا شبعة هل رح ينفتح ملفة هل أنا بقول بنيسان 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 ليش قبل انتخابات بسوريا رئاسية كل واحدة إلى موعيد معين إلى تمن طيب أنا قبل ما أنهي بدي أسألك سؤال أيضا نهات اتفاق أمريكي روسي أيضا خلونا يرتاحوا أمريكي روسي يعني مايفاك روسية معطردة ولاش إيران إذا اتفقت رجعت مع الأمريكان بعد شوية عندها انتخابات كمان وبالعراق في انتخابات مبكرة وبسوريا يمكن باللبنان نروح على سيناريو كمان تاني لتغيير شكل كل شي إلى إذا تقدمنا إذا خلصنا ترسيم البحر ممكن يجي سفير أو رئيس حكومة مهمته مشان هيك حكي سعد الحريري عن ستة شهر مهم لأنه هو فقط جائل ستة شهر ومن بعده رح يكون شخبهاء شخبهاء اللي حضرتك مسرع على أنه رح يكون له دور في المرحلة المقبلة سؤال لماذا لم يزور شانكر الوزير باسيل لأن الوزير باسيل اتصالاته أعلى من شانكر شانكر مساعد ما فينا نقول هيك اليوم زار الجميع شو فيها شانكر شو وين نصرفها ومن ضمن رئيس الجمهورية فما فينا نقول أنه شو وين نصرفها زاره بصفة رسمية لماذا تم استثنائه أصلا هو إذا بدك بالبروتوكول طب لب معلاش نحكي ببروتوكول وديبلوماسية أي مسؤول دولي بده يجي إذا بدك نحنا فخامة الرئيس ما لازم يلتقي مساعد بلتقي من رتبته مساعد بلتقي مساعد بالخارجية عنها طب ولكن هي زيارة هي رتب ديبلوماسية لاش نحنا معلاش بيبقى موظف ما حدا شايفه بأميركا بيروح على البسيكليت عملين لقيمة هون بيجي سفير معين بيعملوا متفخمة الرئيس بيصيروا يا ربي عدوه قبلهم لا يا حبيبة بالرتب في رتب طيب ولكن ما جاوبتنا على سؤالي ما نحترم الرتب ما جاوبتنا على سؤالي لماذا تم استثناء الوزير باسيل من كل هذه الزيارات إذا بدنا نقول زار كل رؤسة الأحزاب والقيادات السياسية ليش ملتقاء الوزير باسيل قبل ما نختم حلقتنا أكيد مش لأنه الولايات المتحدة صعب المشوار على اللقلوق كان يعني لا 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 شو زار بناشا علا عظيم بتاعتين نتذكر السفيرة الأمريكية بتطلع على اللقلوق وبتقعد ساعات وبتتغضى فوق ما لاش عادي وقويت بيعملوا هايكينج يعني ما عرفت يمكن هو طبعه أو مش ستيله الوزير باسيل يمكن شي شخصي خليني نفترض شي شخصي ويمكن الوزير باسيل يعني الأمور أكبر من شانكر بس خلينا نشوف هل السفيرة الأمريكية بتلتقي الوزير باسيل نعم أهام أم نحكي يعني المفاوضات متل ما حضرتك عم بتقول عم تصير على مستوى أعلى الوزير باسيل بين الوزير باسيل والأعلى لو بيروح عدافوس أي منه مضطر يلتقي شنكر أهام بيعرف يحلها والسفارة الأمريكية بتسمع بتسمع هيدا وبتعرف شو عم نحكي في مفاوضات بين السفارة الأمريكية والوزير باسيل مفاوضات لا هو سفارة متكل هالسفارات الوزير باسيل رئيس كتليني يبيه رئيس حزب بيلتقي كل هذا ولتقوا معه أهلا وسهلا ولملتقوا معه هو اللين في علاقات جيدة بيعتقد أكتر من جيدة أكتر من جيدة خلونا عم بيخيطوا طبع العقوبات هولي ما لها معنى وقال له شنكر دولة رئيس برر لتقى مع شنكر وسلامين فرنجيل لتقى مع شنكر صح وقال له ما قاله علاقة هابه ديك مظبوط يعني في علاقات موراء الكواليس تحت الطاولة أعلى من شنكر أعلى من شنكر شنكر جاي لترسيم الحدود ما عنده غير وظيفة هلا يعني تنشوف لوين بدأ توضيك التقى فخيمة الرئيس لأنه مستلم الملف ايه أكيد يعني كرأس الدولة صح تنشوف هذه المحادثات إذا بدنا نقول موراء الكواليس لوين بدأ توصل نحن للأسف خلص وقتنا بدأت شكر حضورك معنا دكتور عماد رزق مدير الاستشارية وأيضا مشاهدين الكرام شكر لألكم على حسن المتابعة طبعا رح نكون بنقل مباشر لكلمة الرئيس ميشيل عون مباشرة من القصر الجمهوري إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة